الأسواق الأوروبية أغلقت تداولاتها اليوم الاثنين على تراجع برصة لندن سجلت تراجعاً بمعدل 55 نقطة برصة فرانكفورت سجلت تقلصاً بمعدل 21 نقطة أما برصة باريس فسجلت انخفاضاً بمعدل 34 نقطة التراجع يعود إلى تخوف المستثمرين نتيجة الرقود الاقتصادي العالمي وإلى قلقهم من أزمة ديون الأوروبية مع ارتفاع معدل الفوائد على سندات الدين الإسبانية والإيطالية اليورو سجل تقدماً أمام الدولار يبلغ دولاراً واحداً وثلاثة وعشرين سنتاً وسعر برميل نفط لبرينت سجل ارتفاعاً يبلغ 99 دولاراً واربعة وثلاثين سنتاً